عشر منابع للسعادة موجودة بداخلك لا تبحث عن السعادة في مظاهر الراحة والترفيه، ولكن فاتش عنها بداخلك، انتبه يا من تبحث عنها، فهي بين يديك كانت السعادة ولا تزال الهدف الدائم الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه، ويجب أن نعترف أولا أن السعادة شيء نسبي، يختلف مفهومها من شخص إلى آخر فالبعض يراها في كثرة الأموال في حين يجدها البعض الآخر مثلا في الزواج وإنجاب الأولاد، وربما ينظر إليها البعض على أنها العمل المفضل والمريح ومع اختلاف النظرة إلى السعادة، إلا أننا جميعا نتفق على أهميتها والدور الذي تلعبه في استقرار أمور حياتنا، وتهيئتها لكي نستمتع بالحياة التي نعيشها كما أننا نتفق كذلك على أن السعادة الحقيقية هي تلك التي تنبع من داخلنا، ولكي نوضح ذلك أكثر نعرض لبعض مصادر هذه السعادة الداخلية وطرق الاستفادة منها إنها عبارة عن بعض التقنيات التي تنتشرك من حالات الحزن والكآبة، فنتعرف على هذه المصادر الداخلية للسعادة عشرة مفاتيح ومصادر بداخلي تمنحك السعادة بالرغم من جهلك بها، ودورنا هنا هو تبصيرك بها، والعمل سويا على استغلالها والاستفادة منها بأفضل الطرق، وهي التسامح يرى علماء النفس أن التحلي بصفة التسامح هو أقصى وأفضل ما يمكن أن تقدمه إلى نفسك للحفاظ على الأمان الداخلي بالمخ والقلب إن الصراعات اليومية التي نتعرض لها على مدار يومنا تتركنا في حالة يرتلها من القلق والضغط النفسي وإذا كنا نفتقر إلى روح التسامح فسنقضي وقتاً طويلاً ونحن نحيك المكائب والتفكير في كيفية رد الصاع صاعين وأكثر كل ذلك يسبب لنا العديد من المشكلات النفسية، ومهما امتلكنا من الأموال أو أي مصدر من مصادر السعادة فلن نستطيع التخلص من الانفعالات السلبية والأرق النفسي الذي نعاني منه في هذه الحالة إن التحلي بخلق التسامح لهو الطريق المضمون هنا لطرد كل هذه المشاعر غير الإيجابية ومن تم الشعور بالإطمئنان والسلام الداخلي اعلم جيداً أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يصيبه الأذى إذا قرر الانتقام والبعد عن التسامح هو أنت فلن تستطيع التسبب في الضرر لغيرك بغضبك وفعالك وحتى إذا استطعت ذلك فالضرر سوف يقع عليك أنت أولاً لأن الغضب مثل النار التي تلتهم صاحبها في البداية حتى تنتشر بعد ذلك لحرق الآخرين ربما تجد ذلك صعباً في البداية فليس من السهولة مسامحة الآخرين خصوصاً عندما يكونون سبباً في آلامنا لكن مع الممارسة والتكرار سوف يصبح ذلك جزءاً من عاداتك التي تتسم بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر